اهلا بكم وابراج هذا اليوم الخميسة الموافق التاسع والعشرين من ابو غسطس الفين واربعة وعشرين الان القمر في برج السرطان بدرجة دعش و ايضا ساعتين و تنتقل او ينتقل كوكب الزهرة الى برج الميزان اذا الاجواء تبدو فعلا نترقب تغييرات على صعيد السياسة الاقتصاد المال احنا امام دورة جديدة وهذه الدورة مهمة جدا ربما حدث عالمي كبير في مجال التقنيات في مجال التكنولوجيا في مجال المال والاعمال في مجال الطيران في مجالات ربما ايضا الادوية احنا امام متغير مهم جدا ربما خلال الاسابيع الثلاثة القادمة طبعا ايضا اليوم فقرتنا حرة مثل ما يعني دائما بالخميس وخلوني انه اذكر مولود هذا اليوم يحمل خارط رقمية 259 مولود يعاني من متلازمات الاثنين وخمسة اللي هي متلازمة الانطواء الذاتي او الانكفاء الذاتي متلازمة الاثنين وثسعة اللي هي متلازمة حادة جدا هذا المولود قد لا ليس لديه وقت للصبر وقد لا ينتظر الاخرين كثيرا ومتلازمة الخمسة مع التسعة يعني ثلاث متلازمات وتعريب يعني الخمسة والتسعة هي متلازمة صعبة يعني تنطي نوع من القساوة نوع من الجفاف نوع من الحدية ما معنى المتلازمات؟ المتلازمات معناها ان تعمل معا وتتوقف معا بمعنى ان تعمل الاثنين مع الخمسة معا وان تتوقف معا فبالتالي هذا هو هذه المشكلة في مجال المتلازمات اللي دائما نقول نحذر منها طيب الافق القادم كيف نقرأه طبعا كيف راح نقرأ الافق القادم وإحنا أساسا أمامه تغيير السبعة أيام القادمة راح ينتقل كوكب المريخ إلى برج السرطان أول نقطة نستشعرها هو تغيير المناخ اللي احنا الآن في فصل الخريف بداية الخريف في شهر يعني بعد 23 ثمانية هو تغير نخلنا بداية الخريف لكن مبكرا هذا الشتاء قد يكون نتيجة أنه الدورة التكوينية الفلكية نتيجة أنه الأماكن الكواكب جاءت في أماكن ستغير المناخ وربما نشعر بأنه الشتاء سيكون مبكرا وأيضا ربما الأيام القادمة تتغير فيها صبغة هذه الأمور بعد أيضا لدينا نشاط مختلف قد يكون على جانب الآخر اللي هي جانب التقنيات وجانب المعلوماتية والاتصالات والطيران الآخر بعد نواجه مشكلة في مجال التوافق ربما الاجتماعي عالميا أنا أقصد لا أقصد أنه محليا نواجه مشكلة في تقريب وجهات النظر ليشل لأنه الزاوية يعني بالظل زوايا إيجابية هناك زاوية سلبية لكن بالنتيجة سنصل إلى حلول قريبة من بعضها البعض إذن هذه فكرة يعني قد تبدو قليلة ما الذي يؤثر علينا كأبراج وربما نستشعره إحنا كأفراد الحمل ربما يشعر أن هناك ضغط في العائلة يشعر هناك أنه هو غير مرتاح نفسيا نتيجة الذبذب إحنا كأفراد محصورين بين ذبذب خمسة وذبذب ثمين عندما نصل إلى لا نستطيع الوصول إلى ذبذب خمسة ربما يعني هذه قيمة جدا عليا لكن قد نصل إلى أربعة أربعة ونص ونشعر أنه الحياة يعني نشعر أنه جميلة ولدينا الطموح ومزاولة نشاطاتنا بشكل جيد جدا ونشعر أنه إحنا مرنين جدا مع الآخرين لكن عندما تنخفض إلى دون الثنين نشعر أنه الحياة أصبحت سوداوية وأن ليس بوسعنا التعامل مع الآخرين وربما تبدو لغة التشاؤم عالية البعض من البشر ولد في درجة أربعة فدائما تجد أنه طاقته عالية طاقته مرتفعة طاقته يحس أنه الآخرين عندما يتواجد حضوره طاغي على المكان البعض للأسف ولد في درجة أثنين فدائما متذمر يتشكى يقلق ليس غير مرتاح الله سبحانه وتعالى عادل في هذه القصة فيمنح حركة الدوران فتتغير هذه الذبذبات فنصل إلى درجة أربعة اللي هو عند الثنين يصل إلى أربعة هل يستطيع أن يغير من أسلوبه من طريقته من حياته هنا قد لديك يكون المال لكن لا يمكنك أن تفعل بالمال ربما أشياء مفيدة أو مهمة قد تنفق بشكل سيء أو قد يسرق أو قد الآخرين وكذلك اللي ممكن أن يهبط من الأربعة على الثنين يبدأ بالتفكير يعني يحاول أن يتملص أو يتغير أو يتخلص من هذا التغيير السلبي وبالتالي قد ينجح على الأقل نفسيا أن لا يتأثر نفسيا أن لا يثير في المكان أجواء سلبية هذه الدورة الآن ستبدأ أو قريبا ستبدأ سنشعر أن هناك تغييرات تدفع أو تدعونا إلى أجراء نوع من التغيير وإن كان بسيط سنشعر بأهميته ليش أنه سينمو لأنه أنت ستبدو بالتغيير هذه المتغيرات تجرنا إلى أيضا نقاط إيجابية ومهمة إذن علينا الاستعداد إلى الكثير من المتغيرات الإيجابية علينا الاستعداد أن نواكب هذا التغيير الحمل ربما في جانب إيجابي وأيضا في جانب العمل الثور في جانب الحاض الجوزاء في جانب ربما موضوع الانتقال إلى سكن السلطان عليه أن يهتم كثيرا بالصحة النفسية الأسد أيضا أن لا يتذكر الأخطاء الآخرين في الأخطاء الماضي العضراء ربما عليه أن يسامح كثيرا مقربي الميزان عليه أيضا أن ينتبه في مجال العمل والعقرب عليه أيضا أن يكون حذرا في مجال السفر القوس عليه أن ينتبه لنفقاته المالية وأيضا أصحاب برج الجدي عليه أن ينتبه لجانب العاطفي قد يكون جانب صعوب وأدلو يحذر في الجانب ربما أيضا الصحي وأخيرا الحوت عليه أن ينتبه وإعلاقاته مع العالة أكيد الله أعلم بذلك